أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام فيه آخر بقى سؤال معنا النهاردة ما الحكم بعد الدخول في الصلاة وحدث شيء يجبرني على الخروج من الصلاة مثل طرق باب الشقة مثلا هل أخرج من الصلاة بالتسليم وأرجع أبتدي الصلاة مرة أخرى الأصل المقرر أنه بعد الشروع في الصلاة يعني بعد الدخول فيها لا يجوز الخروج منها ده الأصل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم تديت عمل أكمله مش بتديت عمل أخرج منه وأفسد هذا العمل لكن السادة الفقهاء الكرام ذكروا بعض الحالات اللي يجوز بسببها أني أقطع الصلاة لاستنقص شيء يعني أو أن أنا أعمل حاجة معينة ضرورة يعني ده حيندرك تحت باب الضرورة أو الحاجة اللي تنزل منزلة الضرورة فقال الفقهاء وذكروا بأن قطع الصلاة المفروضة جائز للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تدركها وأن أمر يكون جائز في بعض الأحوال سواء كانت المصالح دي مصالح دينية أو دنيوية بل قد يصل ذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق أنك تطلع برا الصلاة إذا تعلق ده بإنقاذ غريق مثلا أنت مثلا بتصلي على شاطئ البحر وفي واحد بيغرق وأنت تقدر تستنقضه تجري على طول تمام؟ لأنه دي مصلحة إغاثة ملهوف حصل مصيبة في البيت حريقة أو شيء هتعد تكمل ولا هتخرج عشان يعني تقضي على هذا الأمر أو تسام في حل هذه المشكلة كل ده في الأمور الصعبة الجلل اللي تقتضي أنه الإنسان يقطع الصلاة من أجل أنه ينقذ طفل حيقع مصيبة يوقفها يلحقها حد بيغرق حد حيموت حد وقع جراله حاجة فدي أمور تندرج تحت زي ما ذكر الفقهاء تحت الضرورات والحاجات التي تنزل منزلة الضرورة ده بخلاف ما لو كان الأمر اللي بيحصل أمر يسير أو أمر يمكن أن أنت تلحقه فتقدر أنك أنت تخفف الصلاة يعني حاجة ممكن تستنى شوية فتعمل إيه؟ لكن هي ملحة أنك لازم يعني إيه تستدرك فتعمل إيه تخفف الصلاة لكن ما تخرجش من الصلاة إذا كان الأمر ده أمر يسير فمجرد أن حد بيخبط باب الشقة ده لا يعد ضرورة ولا يعد عذر يبيح قطع الصلاة إنما تقدر في الحالة دي أو الأولى في هذه الحالة التخفيف في الصلاة لعشان تلحق أنك تفتح الباب للطارق لو بتسبح ثلاث تسبحات خليهم واحدة لو بتقرأ صورة بعد الفاتحة اقرأ فاتحة الكتاب فقط وهكذا بحيث أنك بتخفف الصلاة فديقدر تلحق اللي بيخبط على الباب ولكن ما أقطعش الصلاة أما لو اضطرت لعذر شديد ضرورة ملحة لقطع الصلاة حد وقع حد طفل صغير حيئذي نفسه أو ما شابه ذلك لقطع الصلاة للعذر أو من الأعذار المعتبر اللي أشرنا إليها منذ قليل في الحالة دي أنا أطعت الصلاة مثلا من الركع التاني على الإنسان في هذه الحالة أنه يرجع بقى يكبر ويدخل في الصلاة ويبتديها من جديد وما يبنيش على أنه صلى قبل كده ركع لا يبني على ما جاء به قبل ما ينفعش يبني على ما جاء به قبل القطع إنما يبتدي الصلاة من جديد وده بنقوله للي قطع الصلاة لضرورة ملحة كإنقاذ غريق أو إنقاذ طفل صغير أو إنقاذ من وقع أو ارتطم فحدث له شيء أو نشوب حريق أو مصيبة كارثة ما ينفعش أنه يكمل الصلاة فعليه أن يقطع الصلاة لإنقاذ من يريد أن ينقذ وبما فيها إنقاذ نفسه وهو من باب أولى وبعد كده يعمل إيه قطع الصلاة من ركع الأولى من ركع التانية من ركع التالتة حيرجع بقى يبتدي الصلاة من جديد ده في حالة إذا ما قطع الصلاة لأمر ضروري أو حاجة ملحة يعني حنيعتبرها كأنها أو تعتبر كأنها كالضرورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا والله تعالى أعلى وأعلم